اي يحزر من دعية الضلال يحزر باسمه فلان ودفلان ده زول بدعوا الناس في الجامع للضلال ده دين يا جماعة الدين ده ما ما صلطة ولا لعب والدين ده في النهاية ما فيه اي مجاملة ولا مداهنة لأحد ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ودوا لو تدهنوا فيدهنون قال للمشركين ده لانك تجامل اشان يجاملوك او ما تجاملوك ده دين الله كده وربنا سبحانه وتعالى في القرآن حزر من الناس باسماهم وبكناهم وبالقابهم تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب ربنا جاب مرة زاته وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسل ليه لانه داعي الضلال الليلة عندنا ناس في السودان ماذا مش بعيد عقيدة افسد واكعب وشر من عقيدة ابي لهب ذاته والله قال جبريل ميكال اسراف عزراء جنوديا في التصريف هم تحت امرتي قال الملايكة ده الحقيني انا ما حقين الله واحد قال العرش والكرسي بتاع الله قال ده انا ذاته وكما خجلان ساي من الله كان نارا الجحيم دي طفيت التب ابو لهب قال زي ده ابو لهب ذاته ما حصل المرحي لدي ابو لهب ذاته الكافر ما حصل المرحي لدي من الكفر دي الناس هنا في السودان قالوا كلام ده وعندهم طرق في ملايين البشر لو ما قلنا للناس ولا المسلمين الناس دي على باطل المسلمين يعرفوا دي على باطل كيف لو جينا قلنا ولا جي ما في ناس هنا على باطل سلام عليكم ورحمة الله ركبنا فدنا هم مونهم دي الناس لعلى باطل دي المونو دي على باطل ريضت ولا بيت دي على باطل والتصوف كله على باطل لأنه التصوف كله بدعة دي اول حاجة تعريفة ما في آية في القرآن قالت ابقوا صوفية ما في حديث نبوي واحد قال ابقوا صوفية سمعت لواحد صوفي في التلفزيون قال لا قال في حديث قال التصوف موجود في زمن الرسول ذاته أنا والله فتحت هذا هني قلت وين ده يا توحديث قال أهل الصفة قال أنت عارف أهل الصفة دي الجنود المصفية أهل الصفة الصفة دي زي الراكوبة يعني عندنا في السودانية زي الراكوبة ناس فقراء صحابة جوا ما عندهم بيوت النبي عليه الصلاة والسلام قالهم أبنوا صفة يعني الراكوبة في جانب الجامع حقه المسجد النبوي فسموا على الصفة يعني أهل البتاعة دي العريشة دي أو المظلة دي وينصه فيه هنا وينواحد من الصحابة كان رابط نصه وبرجس وين الحاصل في المول وين وينواحد من الصحابة كان عنده طريقة ما في كلام زي دا زي علت نتطة دا دين الله يا زب دا دين عديل ونحن بنقول في أي مكان انت قال في محلك دا أي محل ان طلعنا الجمر ذات بنقول نفس الكلام ولا قعدنا غير والناس كلها رضت الناس زي علت دا الدين تل برد ربنا يا جماعة ولو ما في شر أعظم من شر شر الصوفية دايل شر الصوفية دايل أعظم شر وما في شر أعظم منه أبدا والله الذي لا إلى غيره والبلد دي ما في زول مضيعة إلا الشركيات والقباب والأضرحة البناء الصوفية دايل والقاعدين عبدوها من دون الله وكل الناس كل الناس يشهدوا أنه الليلة الغباب والأضرحة المودودة دي قاعدة تعبد من دون الله والزول تقول لي أحلب بأله ممكن يحلف لك بأله وهو كاذب لكن لو قلت لي أحلب بالشيخ ما يستطيع يحلب الشيخ إلا صادق دايلة بلدنا دي تعظيم للشيوخ أكثر من تعظيمهم لربنا ذاته إلا من رحم الله من الناس دا حاصل والمدايح اللي بقولوا أن تسمعها في الحفلات والمواصلات والمواصلات وفي الراديو وفي التلفزيون المدايح دي كلها شرك شرك أحمد يا حبيبي والذي ما في هذا برضو طبعته أنا لقد أتسمعه في الراديو أحمد يا حبيبي سلام عليك يا مسكي وطيبي سلام عليك يا غافر الذنوب سلام عليك يا كاشف الكروبي سلام عليك هل بيغفر الذنوب منه؟ هل بيغفر الذنوب منه يا جماعة؟ الله دا قال أحمد النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيغفر الذنوب دا شرك ولا ما شرك؟ شرك شرك ولا كرامة قال النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيكشف الكروب ودا شرك لأنه ربنا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللي بيكشف السوء الله ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله في إله تاني تاخدتم مع الله؟ بالباطل ربنا قال قليلا ما تذكرون دا شرك وتجهب الصوفية ما في في الدين تصوف ولا في في الدين أحزاب ولا طرب ولا جماعات في قرآن وفي سنة قال النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم شيئين؟ ما إن تمسكتم به ما لم تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة في البخاري عبد الله بن عباس قال دا دليل لبطلان لا أعرف إن قضاء الصلاة إلا برفع صوتهم بالتكبير اللي هو الأذكار بعد الصلاة ابن حجر قال وفي هذا دليلٌ على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم لم يكونوا يرفعون أصواتهم بشيءٍ من الزكر أو غيره بعد الصلاة إلا بأذكار الصلاة يبقى ما في دعاكان جماعي اللهم كذا آمين آمين ما في لا من أوضح لا دي الله وإلا إن تتجيب الدليل مش نحن لأنه إن تدار تدخل حاجة في دين محمد صلى الله عليه وسلم إن تدار تضيف حاجة من راسك جديدة إن تتجيب الدليل فالكلام دا كله باطل ودي بدع وما تابعيز كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي ما في تالي ما في تالي ولي تفرقا حتى يردا علي الحوض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله فيكم ونجزاكم الله خير وصية القحطان بالله قلوا كلما أنشدتم رحم الإله شداك يا قحطان